موجة غضب عبرت عنها شرائح مختلفة من المجتمع الكويتي خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنباء عن تورط عشرات الأشخاص بينهم مشاهير في تزوير شهاداتهم العلمية أبرز الشهادات المزورة كانت شهادة الدكتوراه من أجل الاستفادة الوظيفية منها خمسون شخصا تم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق معهم فيما توقعت مصادر إعلامية أن التحقيق قد يطال المئات وزارة التربية والتعليم حسب بعض المسؤولين تواصل التحقيق في بلغات الشهادات المزورة الصادرة أغلبها من جامعات وهمية في دول عربية الوزارة تقوم بفحص الشهادات التي عليها الشبهات وهي تصدر من بعض الدول العربية يعني يدار عليها الحديث وزارة الخارجية الكويتية بدورها تدخلت لاحتواء قضية التزوير فيما تستمر التحقيقات منذ أسبوعين بعد اعتقال موظف في وزارة التعليم العالي إثر اعترافه بتورطه في التصديق على عشرات الشهادات العلمية المزورة تهمة تزوير شهادات عليا كالدكتوراه قد تكون طالت قياديين في الحكومة كما ذكرت صحيفة القبس الملاحقة حسب اعتقاد كثيرين لن تستثني أحدا في ظل ما يؤكده البعض بأنه خطوة جريئة لمحاربة الفساد وإصلاح خلال التعليم هذه طبعا لا شيء أنها تؤثر على جوة التعليم لا شيء أنها تنعكس سلبيا على مستوى التعليم ولذلك اليوم أنا أعتقد جزء من المشكلة في التعليم في الكويت ووصول الكويت إلى أدنى الدرجات في الاختبارات الدولية كلها ينعكس من هذه الحقيقة نواب في البرلمان أثنوا على جهود السلطات في كشف كل المتورطين ويدرسون تحسين البيئة التشريعية لجودة التعليم هذه بارقة تمل أمانة بأن يأتي لنا شخص مسؤول كوزير ويحارب الفساد الفساد ليس فقط أمور مالية أيضا الشهادات المزورة هي أحد أوجه الفساد في البلد وفيما أعلنت الحكومة الكويتية استمرارها في كشف المتورطين يعتقد كثيرون أن ثقة المواطني اهتزت بالكوادر الكويتية على الرغم أنها لم تحسن بعد وما زالت قيد التحقيق فأن قضية الشهادات المزورة تستمر في إثارة ردود فعل غاضبة من المجتمع وسط ارتفاع المطالبات بكشف أسماء المزورين عمد مرزوقي الحرة الكويت